نتحول إلى شأن الفلسطيني إذ قالت شرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا طعن سلاسة إسرائيليين إصابة أحدهم حرجة في مدينة ريتشون جنوب تل أبيب قبل أن يتم اعتقاله وفي حادثة أخرى استشد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال ووصيب آخر قبل يعتقل شمال جنين في الضفة الغربية ودعت السلطات الإسرائيلية نشبين فلسطينيين حاولا طعن جنديا على حاجز الجلمة شمال جنين قبل أن تطلق النار عليهما ذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو أحمد عوض أبو الرب والمعتقل يدعى مؤمن كميل وهما من بلدة قباطية جنوب جنين